السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كلب يسمعني معكم الصلاة والصفاء من قناة تي كلب يسمعني رأول مرة وعجي الفيديو لا ينسى تشترك وفعلنا الجرس اليوم بإذن الله تعبير عن تشرد الأطفال بسلوب أدبي مقدمة وخاتمة إن الأطفال المشردون لا يحملون من طفلتي بسوء الاسم فقط بعد أن غابت من ملمح من ابتسامة وحلت مكانها علامات البؤس والشقاء وحيانا الجريمة أضع نقطة دين مقدمة وطرق فراغ دين مقدمة العرض ترى هؤلاء الأطفال في الشوارع في تجمعات أو فراغة بعد أن تركوا بيوت أسرهم إما قصرا بسبب العدم الإنسانية في قلوب البعض أو طوعا بعد أن زحف شبح التفكك الأسري يخيم على البعض الآخر فأصبح الشارع هو الملاذ الواسع والمخيف لهؤلاء الأطفال يبلتون تحت جسور وعلى الأرصفة وفي الحضائق نراهم يبيتون على الأرصفة وداخل الأزقة المناديل الورقية مرورا بماسحي زجاج السيارات وانتهاء بماسحي الأحذية وانتهاء بماسحي الأحذية تراهم بأعداد كبيرة مقابل انخفاض أعمارهم يتعرض هؤلاء إلى الكثير من الإهانات التي تؤثر في شكل قاطع على سلوكيتهم لتصبح الإدوانية هي منهج تعاملهم مع الآخرين إن هذه الظاهرة مثل معظم الظاهر للجميع إلا أنها حساسة بجميع مساوياتها الاجتماعية على المجتمع فعلينا أن نتحرك لإنهاء هذا الكبوس الظالم لهؤلاء الأطفال قبل أن تطالعهم يد الغدر فيضيع فيضيع مستقبلهم نضع نقطة تعبير عن تشرط الأطفال بأسلوب أدوي ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا دمت فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا